أهلا بحضراتكم من جديد وأعتقد استمتعتوا معنا زي ما احنا شخصين استمتعتنا والمهندس عد بهذا الحوار الرائع مع الدكتور سعد شلبو يمكن ده أخر ضربة البداية اللي دايما وأبدا مع ملك وكتابه هي مقالي ومقاله يا كرش إيه فرعانك ملقيتش عقدي يلمني ملقيتش عقدي يلمني أنت لما تشوف السر تفضل أنا كنت أعمل هو الراجل ده بيعمل معنا كده ليه هو الراجل ده شايفنا يعني قابلين لأي تصرف غامض وغريب وغير مسبوق ونقبله منه ليه هو الراجل ده لما يجي واحد من الجماهير يحتاج وزعلان من الخسارة يقول له نزل هنا زي ما كنا بيقوله تعال عشان اديلك ألمين بعدين اللي حواليه فصاره يقولك ده بقوله تعال اشتغل مكاني لأ كانش بقوله كده الباضي لانجج ما تقولش كده ولو نزل تعالى نزل هنا تعالى ومكشر وبعدين إيه انت مين يعني في الآخر تكتشف لما يحصل ضغط والناس لرئيس الاتحاد الجديد يجي بص على العقد لا العقد المعمول ده هو المفرعانه ده انت في حد يا استاذ ابراهيم يعمل عقد انك ما تقدرش تيجي ناحية الراجل ده حتى لو بيخسر لان كل تصرف حتيجي تعمله دفاعا عن اهدافك حيخسرك فلوس غير مسبوقة حد يدي واحد يقوله لما شتك دلوقتي تديني 150% من اصل عقدي يعني تديني كل عقدي المتبقي زائد 50% زيادة عليه كغرامة ايه ده فين ده فانا ما بقولك ما اول هدد ده ما اول هدد ايه ده جاي يهد الكرة المصرية فبتقوله تعالى ابني ياخد ترخيص وهو ما اول هدد ازاي ياخد ترخيص وهو ما اول هدد خد الترخيص بموجب هذا العقد مش عارف ازاي كيف اقر هذا العقد ولا بد انا يعني مرة واحدة بس كده ما نسأل سؤال يحصل طحية ونلاقي ايجابته بص يا جماعة العقد غريب عشان نبقى صراح عقد اللجنة السلسية السابق اللي قدرت اتحاد الكرة مع كاروس كيروش غريب بيأمل حاجة واحدة بس ازاي نروح كاس العالم بغض يعني هي بقت غاية وسيلة وكل حاجة لا ده ما بيأمنش ده بيأمن هو للإستمرار وهو كمان المين تارجت او الهدف الرئيسي وربما الوحيد انه يروح كاس العالم عشان المجد الشخصي يقولك انا المدرب اللي روحت خمس مرات لدرجة انه من فرط الحرص بتاعه على الهدف ده فيه بند في العقد يمكن الناس بتتكلم على الفلوس والشرط الجزائي في حالة فاسكو لو جيت تفسخ لكاروس كيروش قبل ما يروح كاس العالم او بعد الامم الافريقية حتتفعله مرة ونص من اجمال الرواتب اللي خدها السنة بتاعته تقريبا بياخد 131 الف يورو هو بيوزع على طاقم المعاونين الاجانب اللي معاه فعاده ب130 الف يورو لو هتمشيه قبل نهاية عقده بتدفع له اجمالي ما قيمته سنة ونص من روادبه تقريبا هتوصل لتنين ونص مليون يورو يعني بنتكلم في حوالي 43 او اقل من 45 مليون جنيه لو هتمشيه بعد كاس الأمم طيب لو وصلك كاس العالم وشيلته تخيل لو حرمته من المجد الشخص بتاع الفايفز اللي هم عمال يشاور بيهم ياخد منك اجمالي روادب 3 سنين والله العظيم 3 انت قد تصل ولكن حرام انه ياخد هذا الكريدت ياخد 3 سنين فبالتالي الجملة اللي فيها من السخرية المبكية اللي قالها المونت سعدلي ما لقيتش عقدي لميني طيب اللجنة السلسية في اتحاد الكورة يا جماعة عملت العقب عشان تيجيب كارلوس كيروش الجهة الإدارية اعتمدت العقب ده ازاي الجهة الإدارية اعتمدت هذا العقب وما فيه من اهدار محتمل وبالنسبة كبيرة للمال العقب هذا العقب بيدي دليل صارخ على خطورة ان يصبح القرار في يد واحد دي وجهة نظر ملهاش علاقة بالصالح العام ومشي واحد شاب كده انت عارف ده بيفكرني بقى الرجل ده عارف نيرون ما هالنواية ممكن تبقى طيبة مالك احرق روم عشان ابنهالك بشكل احسر هو هو نيرون القرى وجاي يحرق القرى المصرية بتصرفات من اغرب ما يمكن انتما تيجي محمد صلاح عايس لعبه راس حاربه طب ما هو بيجيلك ملونجو بيكسر على جوه بيجيب جوان كتير بدل اسلوب ده تم تاخد مصطفى محمد تحطه وينجو هو مصطفى محمد سريع لا طب راجل دريبلر يعني يقدر يواجه كل يعني اهم ميزة مش كل ميزة اهم ميزة انه يستطيع تحت ضغط يتصرف في الكرة وممكن يحرز لك هدف وخصوصا بضربات الناس مقاومة الفرويد يعني فيه ثراو ده مختاق يعني ما محمد شريف فرود بس يستطيع انه واجه لك مرمى ويعمل لك دريبلينج وبسرعته يقدر ينطلق فلما يكسر على جوه فاتخيل لو محمد صلاح موجود يمين وشريف موجود شمان ومحمد مصطفى يتوازن الامر ودي بتريزي جيه ننسي فكرة انه يلعب بلاي ميكر في الحدة دي لانه بيلعب طرف على طول وجايلك من صليبي انت شفته فين انه يقدر يلعب من بداية ماتش في موجهة ناجيريا والكاميرون لاثنين من اقوى التكويل البدني في لعب كرة القدم فانت عارف انك هتواجه معركة بدنية شرسة جدا مع ناجيريا ثم تجيب واحد ناقة لسه مش مكتمل قال لي قال لا البدنية ولا الفنية تحطه في مسؤولية انه يبقى المكوك اللي راح جاي ويستلم ويلعب الناس دي ويلعب كل واحد مش في عمر مرموش مسؤولية كبيرة جدا انك تاخده هو يبقى بديل جايد ما انت جايب رمضان صبح ليه طب انت حاطت شريف جنبك ليه طيب النصيبة بقى الانكت من كده انك انتم ما يتعور لك الباكرايت بتاعك وهي مفاجأة سخيفة ولو انه برضو قبل ما يخرج اكرم كان بيعاني من اهم لعب ومفتاح لعب الناجيريا الراجل وقت حرية ليه لانه مش لو وراء محمد صلاح مش هيبقى لو صلاح فوق مش هيتضغط على اكرم ونحل المين بالمنظر ده طبعا فكان حتى من ناحة تكتكية بمجرد ما اكرم تفتحت المهويسة على اكرم مغرد ما اكرم اتعور اضطررت تلعب باربعة سردباك بعد ما فتحكم اه اربعة سردباك بيلعبوا يعني فيه تنين منه مش اطراف طيب يا اخي رجع محمد صلاح عشان تخفف الضغط عجبها ليه اليمين بتاعتك دي اللي فيها سردباك ما فيهاش بكرايت حرام عليك تدي فرصة لمحمد عبد المنعم فهذه المباراة بالشكل ده قول ايمان اشرف عنده الخبرة نيلعب في المكان ده منطقي انه ينزل مكان فتوح لكن انت ولا حاجة عملتها وما تقوليش انك مش فاهم والله لو حد كريك على منتخب مصر ما تعمل كده كريك يعني مأجارك يعني بالبلدي صحيح طيب ده التدريب الاخير للمنتخب ونتمنى لان الحقيقة حتى انا يعني فكرة ان الناس تلووم المحترفين وطول المحترفين ما بيلعبوش مع عنديتهم زي ما ب束 او ما بيلعبوش معانا زي ما بيلعبو مع عنديتهم زي ما بيلعبوه هنا مع المنتخب يا جمعهم هم المحترفين بره بيلعبو في مراكزهم الطبيعية لقي فرقة لاصلطة طاقة لاصلال ولا طريزيجيع بيلعب كده ولا كل اللعيبة تحطت في اماكنها ولا مصطفى العمد بيلعب كده يعني واحد فعلا نفذ نوع من النقل التعسفي لكل لعب وود كل واحد في المكان الذي لا يملك فيه أي مقاومات ليه دي المصيبة الرجل ده ارتكب فعلا من النواحي الفنية مصيبة وأتمنى أن كل السادة المحللين يركزوا معه في جزئية المقاومات البدنية والفنية للعب في مركزه السمات الخاصة للعب الجناح مش متوفرة في مصطفى محمد على الإطلاق زي ما هي مش متوفرة حتى في التريزيجين نلعب بليميكا المقاومات والسمات البدنية نفسها في طبيعة المركز مختلفة تماما فده حد فعلا زي ما المهندس العادل بيقول لو حد كريهة على أنه يعمل كده مش هيعمل أسوأ من كده عشان كده كانت رأيه كل الناس الحياة من الخبراء والمحللين أنا بس عايزة أقول حاجة صغيرة يعني بمجرد تعديلة بسيطة واحد لعب في مكانه زي زيزو ظهر ظهر تأثير هذا التغيير يعني إذن ناجيريا كانت في المتناول لو لعبنا مباراة طبيعية أنت مش بس اخترت تشكيل فيه خلافات عليه ده أنت توظيف اللعبة كل واحد كيف يفشل أنا شايف لعبة مصر حتى ما بتلعبش بسعادة عشان ناس بتلوموا ما هو مش ممكن ولا عندهم ثقة يعني هو استطاع أن يهدم ثقة ناس واحد أفضل بليميكر في مصر واحد أحسن مدافع في مصر وكان مرشح أحسن مدافع في أفريقيا له طريق حامد وقوافشة السبعية اللي اتنين وجبت شريفه كأنك هتختبره في كل المناسبات وما بيلعبش في حتته ومنزلهولي آخر دقتين تقصوا دي تقصوا دي مصطفى محمد جايب تحطولي وانجر تقصوا دي حتى الراجل العبقاري اللي العالم كله شايفه وشافت مدر خطورته شافت تقلقه بيحصل إيه استطعت أن تقضي على خطورته ببراعة شديدة جدا كيف تستطيع أن تفعل هذا إيه الموهبة في الهدم اللي مش موجودة عند حد دي وبعدين بتتعامل بهذا لا ده أنت بتتعامل معنا بقى لأنك عامل عقد إزعان وعرف ما نقدرش نيجي نحياتك عرف فعلا يعني عرف المصيبة فين سمعت حد من الزملاء عزف تكر هو مين أعتقد محمد عراعي قال إنه الرجل اجتمع مع محمد صلاح ومع مصطفى محمد قبل المباراة وقال لهم عايز صلاح هيروح برأس حربة ومصطفى هيلعب وينج بس أنا هموه على فريق نيجيريا بكده هربكم لمدة عشر دقائق حتى يتقال إنه صلاح قال له لغاية وقت قديه قال له عشر دقائق صلاح ومصطفى عملين يستغيسوا جوه العشر دقائق فاتت الشوت الأول خلص يا خواجه نرجع لا لا خليكم كده مبسوط من الأداء يعني هو الوحيد اللي في العالم يا أخوانا مش ممكن انتم ما تشوفوا تعليقات الفنية بتاعة الأوساط الدولية وهي مستغربة على التشكيل والأداء والمراكز والخطة لا عايز أقولك إنه صن الفريطانية عملت غلاف إنه المصريين لقوا بطريقة 5-5-0 وحطين صلاح رقم زيرو إنه الراجل ده لعب زيرو مش بالعطاء بتاعه خالص لإنه الفريق لعب بدون هل ده يكون راجل حسن النية في رأيك يعني أنت متفق معي أنا أنا أحصل واحد من أحصل لعبة العالم إلا ما أكون أحسنهم الآن وجاي المرة دي صلاح جاي عشان يعمل حاجة مع المنتخب عشان تعزز من موقفه طبعا هاي اللي نقصها أداءه مع المنتخب صحيح ونتائج المنتخب فالراجل ياخده يعني كيف يعيقه وكأنه فعلا حد مأجره علينا مش إحنا جايبينه إحنا جايبينه ليه لا يمكن أي مدار عارف أنت لو سيب حرية الناس اللي عملة تقول الجهاز الفني ولازم يمشي والمساعد يعني إيه يمشي هو الجهاز المساعد مع أي مدير فني في العالم رأيي استشاري مطلوب منه إيه يعني بننغط عليهم و بنسودين حياتهم مش كفاء اللي شايفينه منه وكأنهم يستطيعون يقولونه لأ أو أو ويبقوا لو خرجوا على على المدير الفني هو ده دور الجهاز المعاونة أما اللي هم بيصمموا ليه جيبوا ناس معاهم أجانب عشان بيجيبوا ناس اللي مش هتعملهم مشاكل ما انت لو جيت قلت له لا أنا رأيي كده مش هيتحملك وقلت له ما ينفعش ما ينفعش في النهاية المعاون انت لو سبت النهاردة أي واحد مجهاز الفني يدرلك المباراة طعا نجري كان هيدرها أحسن من كده ويحط لها تشكيل أحسن من كده ويوظف اللعيبة أحسن من كده راجل بكريت تتعاور تجيب سرد باك ما اختبرتوش غير في آخر مباراة في بطولة العرب عشان تتعاوه بكريت ايه عملية الهدم اللي انت بتعملها دي مع أخطر لاعب في ناجيريا يا أستاذ إبراهيم أنا والله ما عارف ألاقي إجابة ومش هيقولك لأنه لما يقولهم عشر دا وكل واحد يرجع مكانه ها وبعدين يرفض أنه دا يتم ما تقولهم أنا بقولك دا النقلة تعصوفي ترجمة نانسي قنقر